جاء هذا الحفل الذي نظم لصالح الفائزين بشهادة السنوية دورة 2022 بمحافظة وحدف ترقية ثقافة التفوق في الوسط المدرسي هؤلاء الفائزين البالغ أددهم 13 فائدا كرم خمسة منهم بشهادة عرفان وتغدير ذلك نسبة لعمالهم المميزة رئيس اللجنة التنظيمية آدم بن آدم عبر عن بالغ شكره لسلطات المحافظة لتنظيم هذا الحفل على شرف الفائزين بشهادة البكالوريا ممثل المدرسين أولياء أمور التلاميذ الذين تآقبوا في الحديث رحبوا بشجاعة الفائزين مطالبين إياهم الاستمرار في نفس الاتجاه مفتش التربية بمحافظة واي أباكر أليكانتو هو الآخر أبر عن امتنانه بنسبة النجاه هذه بدوره ممثل الفائزين أباكر آدم كورتو قدم جزيل شكره للمعلمين على التوصيات والتوجيهات التي قدموها إليهم والتي جاءت بهذه النتائج الإيجابية محافظ محافظة واي محمد أباكر داندي قال في كلمته إن البلاد فيهاجة ماساء لمثل هؤلاء الفائزين ببزل المزيد من الجهود في مراهلهم التعليمية المقبلة ترجمة نانسي قنقر